في البداية يعني ايها شاشة عظام والمرض ده بيجي ازاي وما هي ابرز اسبابه في العصر الحالي هو مرض شاشة العظام هو مرض بيصيب العظام بيبقى فيه ان يحصل نقص او قلة في الكسافة العظمية او الكتلة العظمية تؤدي بعد كده الى تآكل في النسيج العظم وينتهى الموضوع بحدوث كسور ويد اخترته ولذلك هو مرض صامت كامن وخطير صامت ليه؟ لانه هو ممكن يبدأ والمريض ما عندهش اعراض معينة كامن لانه بيبدأ المرض في التآكل في العظم بالتدريج على مدى سنين يعني بتظهر الاعراض متأخرة خطير في الكسور اللي بيعملها الكسور خطيرة جدا ليه؟ لانه ممكن تحصل في العمود الفقري وكسر العمود الفقري ده ينتهي بشلل جزئي او نصفي او يحدث كسور في عظمة الفخت او في عنق عظمة الفخت ودي الكسور المزعجة اللي بتأثر على كبار السن طيب ليه؟ وليه بنشوفه؟ وليه بنشوفه ايه اصلا؟ وليه بنشوفه عند الستات اكتر؟ الستات دايما محظوظين ان هما بيحصل لهم مشاكل اكتر ليه بقى؟ يعني واحدة من ضمن ثلاثة عندها هشاش تازعه واحدة من كل ثلاثة ايه على مستوى العالم ولا مصر؟ على مستوى العالم على عكس الرجال الواحد لكل خمسة فوق الخمسين سنة الستات يعني ليه؟ علشان كده ان من ضمن الاسباب الرئيسية لهشاشة العظام هي الهرمونات اللي بتقل عند بعض المرضى وخاصة الست يعني مثلا عنده 45-50 سنة يبدأ يحصل نقص في هرمون الاستروجين بالتغيرات الهرمونية او الفيسيولوجيا اللي ممكن تحصل للست من ضمن الحاجات اللي بتسبب لها المشاكل كمان انها تدخل في مشاكل نفسية او اجتماعية او ما تكونش عاملة اعداد للمرحلة اللي بعد المرحلة دي المونوبوز يعني؟ اه نقص الهرمونات دي يؤثر جدا لانه هو من الهرمونات المهمة جدا لتنشيط الخلية اللي هي بتكون العظم لان العظم عبارة عن ايه؟ العظم احنا بنعتقدش ساعات انه هو كتلة صلبة كده زي الحديد لا هو كتلة متحركة مستمرة التجديد لانه بتكون من خليتين مهمين جدا خلية بتبني والخلية التانية بتهدم ولذلك هو في حالة تيرن اوفر مستمر كل ما الخلية اللي بتبني دي ناشطة وكويسة بتبني العظم كل ما الخلية التانية اللي بتهدم هي الانشط تهدم العظم يقوم يدخل المريض في هشاشة عزاهم المرض ده منتشر بشكل اكبر فين؟ في القرى ولا في المدن المصرية؟ اشتركوا في القناة